اشتركوا في القناة بعام 1387 للهجرة كان الاسرائيليون يتعمدون التضييق على لقمة عيش المصريين في سينا ويرد المصريون بالصمود الا ان ابراهيم شاهين كان شاذا عن القاعدة فارتمى في احضان العدو ليبادلهم ذمته بالطعام والشراب ورخيص المتاع لم يكتفي شاهين بخيانته بل جند معه زوجته واطفاله الثلاثة لزيادة الراتب الذي تتقاضاه الاسرة من المخابرات الاسرائيلية عمل بنشاط خلال حرب الاستنزاف جاب مصر بطولها وعرضها بالسيارة التي اشتراها له الموساد يجمع كل ما يقع في طريقه من معلومات وصور ويرسلها الى الاسرائيليين اغفق في استقاء اي معلومة عن حرب رمضان عام 1393 وعملية عبور الجيش المصري لقناة السويس انبه الاسرائيليون واعطوه جهازا حديثا للرصد وامره ان يفتح عينيه واذنيه لأي نشاط عسكري مصري لكن رجال المخابرات المصرية كانوا ولجهازه الاسرائيلي بالمرصاد فقبضوا عليه متلبسا وحكم عليه بالاعدام اجرت الصحافة عدة مقابلات مع ابنائه بعد الافراج عنهم في صفقة تبادل اسرى بين مصر واسرائيل واعطوا تفاصيل عن شخصية ابيهم الجاسوس اشتركوا في القناة